والمزيد حول أهم ما جاء في الجلسة الحوارية خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية تطلعنا عليه الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري بعد التحية نتابع معكم فعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية وهذه الفعاليات التي انطلقت بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وتأتي أيضا على هامش زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة افريقيا إلى مصر خلال الفترة من 11 حتى 13 من مايو الجاري بتنظم هذه الفعاليات مؤسسة التمويل الدولية وهي عضو مجموعة البنك الدولي وبتجمع عدد من كبار المسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وذلك لمناقشة جهود تمكين القطاع الخاص وأيضا العمل على مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي أيضا خلال فعاليات اليوم تم عقد أكثر من جلسة نقاشية لمناقشة عدد من الموضوعات الهمة بحضور أيضا المسؤولين والوزراء من هذه الموضوعات مناقشة فرص الاستثمار المستدام في مصر وأيضا استكشاف التحديات لتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة أيضا مناقشة كيف يمكن توفير فرص عمل في القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعي الحكومي وأيضا القطاع الخاص وعلى أيضا هامش هذه الجلسات تم توقيع أكثر من اتفاقية سواء بين القطاع الحكومي والخاص أو أيضا بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات كبنك القاهرة من أجل تقديم المساعدة والمساندة لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأيضا التفاقية أخرى مع الهيئة العامة للتأمين الصحي أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو